السياحة في باكستان فرصة عظيمة لخوض تجربة فريدة مليئة بالإثارة والتشويق فهي تتمتع بتاريخ معقد ومثير فقد حكمها مجموعة مختلفة من الأضاطرة المغول عشاق الطبيعة وحتى المستعمرين البريطانيين مما أدى ساهم فيتمتعها بالعادية من المعالم الأثرية والتاريخية والأماكن السياحية التي تستحق للسيارة والاكتشاف تسخر باكستان بمجموعة منال مناظر للطبيعية للساحرة حيث الشهر القمم الجبلية الوعرة عالميا والكثبنة للرملية والبحيرات للرائعة والتلل المتدحرجة بالإضافة إلى الحقول والسهول الواسعة ولوديان ذات اللون الأخضر الزمرودي والأزرق الفيروزي والأنهار الشاشعة كل ذلك علاوة على المجموعات العرقية المختلفة الموجودة بها مما جعلها كونت مزيج هائل من الثقافات والعادات العرقية والأساطير الجميلة أما من الجانب الشرقي الشمالي تحدها دولة الصين ومن الجهة الشرقية الجنوبية حدها دولة لهند وحدها من الجانب لجنوبية لغربي دولة إيران وتحدها دولة أفغانستان من الجهتين لغربيت والشمالية لغربيت أفضل يؤتي للإسفر إلى بكستان أفضل يؤتي للإسفر إلى بكستان كون خلل الشهر للصيف في الفترة ما بين مايو إلى أكتوبر حيث يكون متوسط درجات الحرارة ثلاثين درجة مئوية فيما يلي تفصيل لطبيعة فصول السنة الأربعة في باكستان فصل الصيف من مايو إلى أغسطس يعد موسم الصيف هو موسم ذروة السياحة في باكستان حيث يكون الجو جاف والممرات مفتوحة بسبب قلة الثلوج فهو الوقت المثالي لزيارة الشواطئ في إسلام أباد أو لهور أو جلجيت باكستان وكذلك زيارة الأودية مثل وادي نتارا ووادي غواجالا وغيرها الكثير من الأماكن للسياحية البرزة فصل الخريف من سبتمبر إلى أكتوبر وهو من أروع الأوقات على الإطلاق للأصفر إلى باكستان حيث يتميز الخريفة بطقس لطيفة وماثلي لاستكشافة لبلاد والقيام بالعديد من الأنشطة للسياحية الممتعة في الهواء للطلق كزيارة المنتزهات والحدق والمزارات السياحية المفتوحة فصل الشتاء من نوفمبر إلى أبريل يتسم الشتاء في باكستان بطقس بارد جدا وهطول أمطار كثيفة وبالرغم من ذلك هو وقت مثالي لاستكشاف باكستان لمحبي أجواء الشتاء وممارسة الرياضات الشتوية المثيرة في الجبال والتزلج على الجليد وركوب الزلاجات وللعب بالثلوج فصل للربيع من الشهر مارس إلى أبريل للربيع في باكستان لاستمر طويلا فسرعان ما يأتي للصيف بحرارته المرتفعة حشودة الكثيرة ولكن للربيع يتسم أيضا بمناخه المعتدل الذي يتيح للكثيرين قضاء أفضل العطلة للسياحية للغة في باكستان للغة لأورديت للغة الوطنية التي يتحدث بها السكان في باكستان واللغة الإنجليزية هي لغة الدستور فهما لغتان الأساسيتان الرسميتان في باكستان وتعتبر اللغة الأوردية هي مزيج من اللغة العربية والفارسية ولغة الشاجاتاي كما أنها تعد من اللغات الهندو آرية تأشيرة السياحة في باكستان تزخر لهور بكنز دفين من الأماكن التاريخية القديمة المذهلة حيث كانت مدينة المغولة سابقا من الشهر العالم الأثرية فيا لمدينة هوا مسجد بيد الشاهي ومسجد وزير خان وأيضا حصن لهور الواسع بالإضافة إلى العديد من المقابر المحفوظة بشكل جيد والأضرحة النابضة بالحياة كذلك يمكنك الاستمتاع بزيارة مراكز للتسوق الحديثة والفنادق والمنتجعات الفاخرة والأماكن للترفيهية المتنوعة والتجول في ضواحي المدينة ومشاهدة المباني السكنية الفخمة التي تدل على نمط حياة مرفهه للغاية علاوة على الهندسة المعمارية للمدينة التي لا تقارن مع أي مدينة في البلاد السند معظم السكان السنديون أو المهاجرون إلى باكستان من الهند ويتكلمون اللغة الأرضية عاصمة للسند مدينة كارتشي البنجاب طنالب نجابين أو بوتوهارلين ورائكين معظم المنسيس كانون في بنجاب يتكلمون بلبنجاب أو الإسرائيكي تعتبر البنجاب بلد مقدسي عند السيخين ولكن معظم البنجابين مسلمون عاصمة بنجاب مدينة لهور بولوشستان طنالب الوش للغة متكلمة في هذاها الولية هي البلوشية عاصمة بولوشستان مدينة كوية خبر بختونخو وطن البشتون والهندكوه والأفغانيين الذين يتكلمون الشتو أو الهندكوي أو فارسي دوري عاصمة بختونخو مدينة بشاور العاصمة الفيدرالية مدينة إسلام آباد منطقة بوتوهارية ولكن معظم سكانها أصول همن مناطق مختلفة في بيكستان كون هذا لمدينة تم إنشائها عام 1958 أثناء حكم للرئيس لبيكستاني الجنرال أيوب خان حين أختير موقع شمال مدينة روالب نادي حيث أن أغلب سكانها يتكلمون باللغة لأورديت المناطق لقبيليت مجموعة ستة مناطق قبيلية أفغانية أو بختونيت كالها في شمال غرب بيكستان بجانب أفغانستان آزادي كشمير وجلي جيت بلتستان علاوة على ذلك هناك ينتاز الحكم في باكستان على أساس حكومة فيدرالية مركزية وحكومات أقاليم جمو وكشمير هي منطقة تقع شمال شرق باكستان وهي منطقة خلاف وصراع بين الهند وباكستان هناك العديد من الأماكن السياحية في دولة الباكستان ومن الأمثلة عليها ما يلي ثلاث مبنى إكسبيرس ماركت تم انشاؤه في فترة السيطرة البريطانية على الباكستان عام 1890 مترا وهو مكون من ممر مركزي كبير يؤدي إلى أربعة صالة متماثلة وساعة كبيرة ترتفع حوالي مئة أربعون قدما وفي الوقت لحالي استخدم كما تجرى للأغرض الأساسية ذات الأسعار المنخفضة ويلقي إقبلا كبيرا من للسكان لمحالين وللسياح حديقة حيوانات كرتشي والتي تحتوي على العديد من أصناف الحيوانات التي تضمى للطيور لبريت وللتمسيح ولسى لحفا وغيرها بالإضافة إلى وجود متحف طبيعي يضم مجموعة من الحيوانات التي انقرضت وحدائق خارجية وبحيرات للبط والإوز كما يوجد العديد من الأماكن الترفيهية التي تتيح للسياح ركوب الخيل والتقاط الصور ومن الجدير بالذكر أن كل جزء من الحديقة يحتاج إلى تذكرة دخول خاصة برج ميرويوذير يعتبر من أكثر المباني غرابة في الباكستان ذلك بسبب للرسومات الموجودة في دخلها والتي لما يعرف لغيت الآن للسبب لأسس الذي أدى إلى بناء هذا البرج قد تم بنائه ما بين 1884 ميلاديا 1892 مترا من الجديرة بلا ذكر أن للسياح يستطيعون أن يشاهدوا هذا البرج من الخارج فقه ولا يستطيعون دخولها بسبب الصور الكبير المحاط فيه المتحف لو طني لبكستاني والذي يضم العديد من الآثار التي تعود إلى الحضارات القديمة في الباكستان الأماكن السياحية في إسلام أباد نقدم لكم في المقال التالي أهم أماكن سياحية في إسلام أباد والتي ينصح بزيارتها مسجد الملك فيصل مسجد شاه فيصل أو الملك فيصل من أجمل الأماكن السياحية في إسلام أباد والذي يعد أحد أكبر المساجد الأسيوية حيث تم بنائه على سفحة لالة مارجالة كما يتسمى هذا المسجد بتصميم مع ماري مميزمن الاطرز العصري بجدران مائلة تظهر من دخل المسجد يخارجها تشبه خيمة صحراوية وبعيدا عن القيب بالمعتادة في جميع المساجد وتظهرت لك المآذن في شكل رائع وفريد بارتفاع 88 متر ويعد تحفة معمارية عصرية للسياحة في مدينة لاهور واحدة من أجمل مدن باكستان السياحية وتعد ثاني أكبر مدينة في باكستان بعد العاصمة إسلام أباد والتي تقع على ضفاف نهر الراو ويطلق على لاهور قلب باكستان ومركزها الثقافي العالمي والتاريخي تضم العديد من المعالم التاريخية من بينها القلعة الملكية حديقة شالامر والمسجد الملكي التاريخي كما تحتوي على العديد من المعالم السياحية التي تعود لفترة حكم السيخ والإنجليز وغيرهم العديد مما يميز هذه المدينة الرائعة المدة المقترحة لزيارة المعالم السياحية في مدينة لاهور أربع أيام وادي هنزا هنزفالي يعد وادي هنزا جوهرة مخفية في باكستان ويقع في مقاطعة جلجيت بالتستان إنه وادي منعزل يقع بين جبال والهيمالايا وسلسلة جبال كاراكورام يحتوي هذا الوادي الخصب على أرض زراعية كانت دائما نقطة جذب سياحي كبيرة إنه ذو مناظر خلابة وهو موطن للناس الودودين والمضيفين يسود في جبال هنزا شعور بالهدوء والعزلة تجعلك الجبال القاسية والوعرة تشعر وكأنك في لجنة هذاها زيارة لبيد منع القيام بها من قبل أولئك الذين يريدون الهروب من صخبها لحياتي اليومية اثنان وادي سوات خلل زيارتها لبيكستان أصفت لملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وادي سوات بأنه سويسرا بيكستان يقع وادي سوات في مقاطع بخيبر بختون خوفي بيكستان نظرا لجماله الخلاب طقسة اللطيف وسكانه الطيبون المضيفون يعد سوات قطعة من الجنة على الأرض تماما مثل هنزا سوات باكستان سياحة له طابعا خاص حيث يشتهر الوادي ليس فقط بمناظره الطبيعية الخلابة ولكن أيضا بحياته البرية الطبيعية لديها غابات مورقة وجبال عالية الذروة وبحيرات جميلة يمكن للسياح ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة والرحلات والتخيين والتزلج على الجليد أو قضاء بعض الوقت في الاسترخاء في الطبيعة في الشتاء يمكن للسياح الاستمتاع بالتزلج والتزلج على الجليد وهوقي الجليد والتزلج السريع ثلاث ناران كاجان نيرينكاك تعد ناران وكاجان من بين أهم أماكن سياحية في باكستان الواقعة في مقاطعة خيبر بختونخو هذه الوديان هي المكان المثالي لمحب الطبيعة إنها توفر أنهارا متدفقة وأميالا من المروج والجبال الثلجية والبحيرات الخلابة تعد تلك الوديان من أهم الأماكن السياحية في باكستان فهذه المنطقة تتمتع بالجمال الطبيعي ولعل أهم ما يميزها هي المياه الكريستالية للأنيهار والعشب الأخضر للمروج وقمم الجبل المغطات بالثلوج جغرافيا باكستان تتميز باكستان بمزيج من المناظر الطبيعية ما بين السهول والصحاري والغابات والتلال والهضاب بدءا من المناطق الساحلية في البحر العربي في الجنوب وصولا إلى الجبال من مجموعة كاراكوراما في الشمال تقع آزاد كشميرا والمناطق للشمالية في آسيا الوسطى على طول حفة للصفيحة الهندية وهيب للتالي معرضة للزلزل العنيفة حيث يوجد ثنتان مناتكة ونيات للصفيحة التصادمية تحد باكستان لهند من الشرق وأفغانستان من الشمال لغربي وإيران من الغربي بينما تقع للصين علي حدود للدولة في الشمال للشرقي تقع الأمة ديو سياسيا داخل بعض الحدود الإقليمية الأكثر إثارة للجدل والتي تشترك في النزاعات وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تصعيد التوترات العسكرية بين الدول على سبيل المثال كشمير مع الهند وخط دورند مع أفغانستان تشمل حدودها لغربيت ممر خيبر ممر بولانا الذي كان بمثابت طرق الهجرة للتقليدية بين وسط أورسيا وجنوب آسيا 881.913 كيلو متر مربع 340.590 ميلا مربع بيكستان هيال الدولة 33 من حيث لمساحة أكثر بقليل من ضعف مساحة ولاية كاليف ونيال أمريكيت وأكبر قليلا من مقاطعة ألبرة لكنديت تشمل لمرة فعاد الشمالية أجزاء من منطقة هندوكوش في نطاق كاراكورام وجبال الهملاية وتشمل هذه المنطقة القمم الشهيرة مثل جبل كي 2 1 جبل غودوين أوستن ذات ارتفاع 8611 متر ثاني أعلى قمة في العالم يبلغ ارتفاع أكثر من نصف القمم أكثر من 4500 متر ويصل ارتفاع أكثر من خمسين قمة إلى 6500 متر الأسفر عبر المنطقة صعب وخطير على لا الرغم من أن لحكومة تحاول تطوير مناطق معينه إلى مواقع سياحية ورحلات بسبب تضاريسها الوعرة وقسوة المناخ كانت لمر تفاعات للشمالية وجبلال هي مالايا إلى الشرق حواجز هائلة أمام الحركة إلى بيكستان عبر للتاريخ جنوب لمر تفاعات للشمالية وغرب سهل نهر للسند توجد سلسلة صفد قوة على طول الحدود الأفغانية وسلسلة جبال سليمان وكفار والتي تحدد الامتداد الغربي لإقليم السند وتصل تقريبا إلى الساحل الجنوبي الروافد الدنيا أكثر جفافا بكثير من تلك الموجودة في الشمال وتتفرع إلى نطاقات تمتد بشكل عام إلى الجنوب الغربي عبر مقاطعة بولوشستان أدت لوديان للشمالية والجنوبية في بولوشستان ولا السند إلى تقييد هجرة للشعوب على طول ساحل مكران على بحر العرب الشرق النحل السهول عدت ممرات كبيرة تقطع للنطاقات على طول الحدود مع أفغانستان منابينها ممر خوجات على بعد حوالي ثمانين كيلومترا الشمال غرب كويتا في بولوشستان ممر خيبر أربعين كيلومترا غرب بيشاور ويؤدي إلى كابول وممر بروغول في أقصى الشمال منا يتيح الوصول إلى ممر واخان تمتلك أقل من خمس مساحة الأراضي الباكستانية إن كانية لاستخدام الزراعي المكثف تتم زراعة جميع الأراضي الصالحة للزراعة تقريبا بشكل نشط ولكن الانتاج منخفض وفقا للمعايير العالمية الزراعة متنافرة في الجبال للشمالية والصحاري الجنوبية والهضاب لغربيت لكان حوض نهر للسند فيال بنجاب والشمال للسند يتمتع بتربة الخصبة انتمكن بكستان من اطعم اسكانها فيظل للظروف المناخية المعتادة بحيرة سيف المالك وبحيرة لولوسور وبحيرة أنسو بحيرة تير وبحيرة دوتيب بيتسور يجذب هذا الوادي آلاف السياح من جميع أنحاء العالم كل عام إنها وجهة رئيسة للزيارة خلال فصل الصيف ويفضل أنه يكون من مايو حتى سبتمبر أربع وادي الشقران الشقران هي محطة تلاص غير رفي منطقة كاجان وهي مليئة بالفنادق والموتيلات الفاخرة هو فندق مخصص الأقائد لما ركبت على الطريق العام أو فندق توقف على طريق الأصفر أو خارج المدن ويكون أيضا استراحة وهي المكان لمثلي لقضاء الإجازات العائلية على ضرار منطقة ناران كاجان تمتلئ الشقران بالسياح في الصيف يعد مرج سريبيوي أحد عوامل الجذب الرئيسة في شقران يمكن للسياح الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة والرحلات وتسلق الجبال في المنطقة تعد المنطقة أيضا موطنا للمهرجانات الموسيقية والحفلات الموسيقية إنها منطقة صحية يمكن أن توفر الفرحة وذكريات الأبدية للعائلة ولبحثين عن المغامرة وعشاق المواسق علي أحد سواء 5- وادي سكاردوا سكاردوا سكاردو فالي يعد وادي سكاردوا هون مواثج للسياحة في الشمال بكستان فهوى وادي ذوى مناظر خلابة وعاصمة منطقة بلتستان تمتلئ بجماله للطبيعة الوعرة ومياها لنبيع العذبة والبحيرات للزرقاء والجبل للصخرية ليستضيف الوادي أيضا مركزا حضريا رئيسا له أهمية استراتيجية كبيرة حيث تربط سكاردوا باكستان بالصين وأفغانستان والهن السياحة في جزر كوكر تجربة لا مثيل لها بأسعار عقولة سكاردوا عامل الجذب الرئيس لآلاف المتنزهين كل عام يصل ارتفاع المنطقة إلى 2286 مترا وتقع خلف قمم سلسلة جبال كاراكوران العظيمة يمكن للسياح الاستمتاع بضيافة شعب نبلة وتناول الطعام الأصيل المذهل والاستمتاع بالمناظر الخلابة من الفنادق والنزل ذات الأسعار المعقولة ست شترالو كلاش شترالو هي بلدة صغيرة مريحة تقع تحت جبال هندو كوش العظيمة والقرية تعد من أهم معالم سياحية في باكستان حيث يسكنها مجتمع ودود ومضياف ومن شترال ستصل إلى كلاش فيه غضون ساعتين بالسيارة وهو موقع تراثي لليونسكو مع ثقافة عمرها ألف عام يبلغ عدد سكان شعب الكلاش ما يقرب من خمسة آلاف شخص ما زالوا يعيشون حتى يومنا هذا كما كانوا يعيشون منذ عدة قرون يزور السياح هذه القرية كل عام ليشهدوا ويستنيروا بتقاليدهم وثقافتهم ترتدي النساء أزيل تقليدي بقبعة صغيرة وللبسة لأسود معطط ريز ملوان من صنع موهوبة كاليشة الفريدة ويجتمع للرجال والنساء ويرقص ونفيك لمهرجان هؤلئ للنس يعملون في محاصيلها معاليا مادرة لعام إنها واحدة من أهم مراكز للنشاطة ولسياحها في باكستان والتي تعطي لمحة عن أسلوب حياتي للثقافة القديمة سبع فيوري ميدوز فاري ميدوز فيوري ميدوز موقع أساسي صغير جميل لسلسلة جبال نانكا برد وهو يقع في منطقة دياما في جلجيت بيتستان تنعم فيوري ميدوز بجمال لا ماثيل له وهي بسهولة واحدة من أجمل الأماكن في باكستان مع ارتفاع ما يقرب من ثلاث ساعات ستصل إلى هذا المكان السماوي مع البحيرات الخضراء المورقة وإطلالة رائعة على جبل نانكا برابط مغطى بلا الثلوج إن فيوري ميدوز بلا الشكل هي تجربة رائعة حقا في دليل السياحة في بيكستان أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها عند زيارتنا لنصب التي ذكاري لبكستان إسلام أبد إنه من أكثر الأماكن التي يمكنك الاستمتاع برحلة نادرة عندها سواء كان ذلك في محيطها أو فيما يلتحق به وبلا التأكيد أنك استرى ما يلافتك ويجذبك لتصويره يحيط بالنصب التذكاري ساحة جميلة عادة ما تزدحم بالزوار حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة دقة تصميم النصب التذكاري والتقاط الصور التذكارية بجانبه وفي أسفل التمثال ستجد مطحف ممتلئ بالتحف والآثار القديمة وهو من الأجزاء التي تستحق بأن تقضي وتندخلها للاستمتاع برؤية ما يحويها من مقتنية نشأت بعض أقدم الحضارات الإنسانية القديمة في جنوب آسيا من مناطق تشمل باكستان الحالية كان السكان الأوائل المعروفون في المنطقة هم السوانيون خلال العصر الحجري القديم السفلي والذين تم العثور على أدوات حجرية منهم في وادي سوان في لبنجاد كانت منطقة السند التي تغطي معظم باكستان الحالية موقعا للعديد من الثقافات القديمة المتعاقبة بما في ذلك العصر لحجري الحديث مهرجارها وحضارة وادي للسند في العصر لابرونسي من الفين وثماني مائة إلى الف وثماني مائة قبل الميلاد فيها راب ومواهي نجوى درو الفترة لفيديد عدل تميزت الفترة لفيديد من الف وخمسمائة إلى خمسمائة قبل الميلاد بالثقافة الهندية الآرية خلال هذه الفترة تم تأليف الفيدا أقدم الكتب المقدسة المرتبطة بالهندوسية وأصبحت هذه الثقافة فيما بعد راسخة في المنطقة كانت ملتان مركزا مهما للحج الهندوسي ازدهرت الحضارة الفيدية في مدينة تكسيل القديمة في غنداران والتي تعرف حاليا باسم تكسيل فيال بنجاب والتي تأسست حوالي عام الف قبل الميلاد الفترة الكليسيكية عدل أصبحت المناطق لغربيت منابكستان جزءا من الإنبراطورية لأخمينيت حوالي عام خمسمائة وتسع عشر قبل الميلاد في عام ثلاثمائة وستة وعشرين قبل الميلاد غازى لإسكاندر الأكبر المنطقة بهزيمة العديد من الحكام لمحالين أبرزها من لملك بوراوس جيلوم تبعتها إمبراطورية موريا التي استسها شندراجوبتا موريا ووسعها أشوك العظيم حتى عام مائة وخمس وثمانون قبل الميلاد المملكة الهندية اليونانية التي استسها ديمتريوس من بكتيريا من مائة وثمانون إلى مائة وخمس وستين قبل الميلاد شملت غندارا والبنجاب ووصلت إلى أقصى حد لها في عهد ميناندر من مائة وخمس وستين إلى مائة وخمسين قبل الميلاد مما أدى إلى ازدهار الحضارة اليونانية بوذية ألف ثقافة في المنطقة كان لدى تيكاسيلا واحدة من أقدم الجامعات ومراكز للتعليم العالي في العالم والتي تمت أسسها خلال أواخر الفترة لفيديت في القرن السادس قبل الميلاد تتكون لمدرساء من عدت ديرة بدون مهاجع كبيرة أو قاعات محاضرات حيث ويتما تقديم للتعليم تم توثيق الجامعة القديمة من قبل القوات الغازية للإسكندر الأكبر كما تم تسجيلها من قبل الحجاج الصينيين في القرن الرابع أو الخامس الميلادي في ذروتها حكمت أسرة راي من 489 إلى 632 مترا السند والمناطق المحيطة بها الفتح الإسلامي عدل الفاتح العربي محمد بن قسم غاز السند عام 711 منطق كان أغلب للسكان حينها منال بيوذين والهندوس يدعي للتسلسل الأزماني الرسمي للحكومة البكستانية أن هذا هو الوقت الذي تم فيها ضع أسس بكستان لكن مفهوم بكستان وصل إلى القرن للتاسع عشر شهدت فترة العصور الوسطى المبكرة من 642 إلى 1219 مترا انتشار الإسلام في المنطقة فلال هذا الفترة لعب المبشرون الصوفيون دورا محوريا في تحويل غالبية السكان البوذيين والهندوس الإقليميين إلى الإسلام عند هزيمة السلالات التركية والهندوسية الإمبراطورية التي حكمت وادي كابول وغند هارم خيبرج تونكو الحالية وغرب البنجاب في القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي حكمت المنطقة العديد من الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة بما في ذلك الإمبراطورية الغزنوية من 975 إلى 1187 مترا والمملكة الغورية ديلهي السلطنة 1-2-6-1-5-2-6 تم استدال سلالة لودي آخر سلطنة ديلهي بإمبراطورية المغول من أثوى 526 إلى 1857 مترا أدخل المغول الأدب الفارسي والثقافة الرفيعة مما أدى إلى تأسيس جذور الثقافة الهندية الفارسية في المنطقة في منطقة باكستان الحديثة كانت المدن الرئيسية خلال فترة المغول هي لهر وثاتة وكلاهما تم اختيارهما كموقع للمداني المغولية المثيرة للإعجاب في أوائل القرن السادس عشر ظلت المنطقة تحت حكم الإمبراطورية المغولية في القرن الثامن عشر تسار على التفكك البطيء لإمبراطورية المغولة بسبب ظهور القوى المتنافسة مثل اتحاب المراث ولحقاً إمبراطورية أرسيخ بالإضافة إلى غزوات نادرة الشاهمن إيران عام 1739 وإمبراطورية دوراني في أفغانستان عام 1759 لما تكن القوة للسياسية المتنامية للبريطانيين في البنغال قد وصلت بعديل أراضي باكستان الحديثة لم يحكم البريطانيون أي من أراضي باكستان الحديثة حتى عام 1839 عندما تم الاستيلاء على كارتشي وهي قرية صغيرة لصيد الأسماك يحكمها تالبور من السند ولها حسن طيني يحرص الميناء وتم الاحتفاظ بها كمنطقة جيب بها ميناء وقاعدة عسكرية للبريطانين الحرب الأفغانية الأولى التي تلت ذلك قريد تم الاستيلاء على بقية للسند في عام 1843 وفي العقود لتاليت تم الاستيلاء أولا على شركة لهندل الشرقية ثم بعدت مرض ما بعد السيدوي 1857-1858 للحكم المبشر للملكة فيكة ورية ملكة الإمبراطورية البريطانية استولت على معظم أنحاء البلاد جزئيا من خلال الحروب والمعاهدات أيضا كانت الحروب الرئيسية هي تلك التي كانت ضد سلالة بلوش تالبور وانتهت بمعركة مياني 1843 في السند والحروب الأنجل سيخية 1845-1849 والحروب الأنجل أفغانية 1839-1959 بحلول عام 1893 كانت كل باكستان الحديثة جزءا من الإمبراطورية الهندية البريطانية وظلت كذلك حتى الاستقلال في عام 1947 تحت حكم البريطانيين تم تقسيم باكستان الحديثة في الغالب إلى قسم السند ومقاطعة البنجاب ووكالة بلوشستان كانت هناك ولايات أميرية مختلفة أكبرها كانت باها والبور كان التمرد الذي حدث عام 1857 والذي أطلق عليه اسم تمرد السيبوي في البنغال هو الكفاح المسلح رئيسي في المنطقة ضد البريطانيين أدى الاختلاف في العلاقة بين الهندوسية والإسلام إلى حدوث صدع كبير في الهند البريطانية أدى إلى عنف ديني محفز في الهند البريطانية أدى الجدل اللغوي إلى تصعيد التوترات بين الهندوس والمسلمين شهدت النهضة الهندوسية صحوة لفكر في الهندوسية لتقليدية وشهدت ظهور تأثير أكثر حزم في المجالة الاجتماعية والسياسية في الهند البريطانية حركة فكرية إسلمية أسهى لسير سيد أحمد خان لمواجهة للنهضة الهندوسية تصورت نظرية لأمتين ودفعت عنها وأدت إلى إنشاء للرابطة الإسلمية لعمو مال هند في عام 1906 وعلى للنقية ضمن جهود المؤتمر الوطني الهندي المناهضة لبريطانيا كانت الرابطة الإسلامية حركة مؤيدة لبريطانيا ورث برنامجها السياسي القيم البريطانية التي ستشكل المجتمع المدني المستقبلية في باكستان أدى النضال السلمي من أجل الاستقلال إلى حد كبير والذي قاده المؤتمر الوطني لهندي بقيادة المهاتمى غندي إلى إشراك مليين لمات ظاهرين في حملة جماهي رية منال عصيانا لمدني في عشرينيات وثلثينيات القرن الماضي ضد الإمبراط ورية البريطانية ارتفعت الشعبيت للرابطة الإسلامية ببطأ إلى الشعبيت كبيرة فلفلثينيات وسط مخاوف من نقص للتمثيل والإهمال من قبل لبريطانين للمسلمين الهنود في السياسة في فطابه الرئاسي في تسعة وعشرون ديسمبر ألف وتسعمائة وثلاثين دعا العلامة إقبال إلى دمج الولايات الهندية الشمالية الغربية ذات الأغلبية المسلمة التي تتكون من البنجاد المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية السند وبلوشستان أدى الإهمال الملحوظ لمصالح المسلمين من قبل الكونجريس إلى إقناع حكومات لمقاطعات البريطانية خلل الفترة من ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين إلى ألف وتسعمائة 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 وثلاثين بمحمد علي جناحا ما السبكستان الذي تبنى نظرية لأماتين وقادى للرابطة الإسلمية إلى تبني قرار لهورى لعام ألف وتسعمائة وأربعين الذي قدمها الشير البنغالية همزة كافة فضلي لحق المعروف باسم القرار لبكستاني فيال حرب لعالميت للثانية دعم جناح والآباء المؤسسون للرابطة الإسلامية الذين تلقوا تعليمهم في بريطانيا جهود المملكة المتحدة الحربية وواجهوا المعارضة ضدها بينما عملوا على تحقيق رؤية السير سيد